المشاريع التي هي منطلقة لكنها متعطرة أو متوقفة أعتقد أنها إخلاف للموعد مع هذه المشاريع ومع إطلاقها لأن مدينة الضربية تحتاج إلى سرعة في الإنجاز وسرعة في التنفيذ ولا دل على ذلك نعطيه مثال بالباسوال كثيرا ما ذكرت سيد العمدة أن هذا المشروع سينطلق لا تأخر لا تأخر ينطلق شهر يونيو إلى شهر يوليوز نحن في شهر أكتوبر دابا الآن وما كينوالو علما أن الباسوال خدام في بعض المقاطعات وهو يكلف ميزانية الضربية ولو أنه لم ينطلق فعليا بعد يعني يكلف ميزانية الضربية كل هذا يدعونا إلى التفكير ماليا لكي ننتبه هذه الإشكالات تأخر في انطلاق المشاريع خاصة وأن المغرب الحمد لله حظية به تنظيم منذ 2030 وما يستوجب من تحرك عاجل وفعلي لإنجاز المشاريع الحقيقية لأرض الواحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر